من أيام تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير واللي بتقام للسنة الثالثة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي المسابقة بتستهدف البحث عن الموهبين في كل مجالات الإبداع وكمان إزاي المسابقة تقدم لهم الرعاية والدعاة جائزة المبدع الصغير زي ما انت قلت جائزة مهمة جدا احنا بنحتفل بيها وبنحتفل أيضا بمواهبنا الجميلة اللي تم تكرمهم في هذه المسابقة معانا موهبتين قدروا فعلا أن هم يبدعوا وسط عشر تلاف متسابق وأن هم يفوزوا بالمركز الأول لهذه الجائزة في فرع العزف معانا سامة عبدالله أهلا بيك يا سامة ومعانا أيضا طارق أشرف أهلا بيك يا طارق أهلا بيك يا طارق سامة وطارق موهبتين في العزف على الكمان معانا النهاردة في السوديو سبع الخير مصر حنصنع منهم شوية حاجات جميلة ونتعرف أيضا على رحلتهم في عالم الكمان أهلا بيكم منورين أهلا بيك يا سامة تي كم سنة يا سامة سبع سنين نص وبدأتي تتعلمي إمتى ابتديت وانا عندي خمس سنين أختي كانت بتعذف كمان فانا كنت بحب الموسيقى اللي هي كانت بتعذفها هي كانت بتعذف حلو قوي فانا كنت بحب الموسيقى اللي هي بتعذفها بعضها دندنها فالدكتور سيني إبراهيم قال لي ممتي وبابايا اللي هو دكتور نور قال لي ممتي وبابايا إنه هما يجيبوني كمان عشان أتعلم عليها كوانس فماما وبابا جابوني كمانجة وابتدت أعذف عليها وبعدها انطلقتي طيب هرجع لك تاني بس أشوف بقى طارق زيك يا طارق زيك يا طارق جايزة المبدع الصغير في الكبار شوية فانت المفروض تكون بقى لك حبة بقى بتعمل تعذف كمان عشرة سنين عشرة سنين ما شاء الله طيب انت عمرك كم سنة؟ سبعة عشرة ما شاء الله يعني برضو بطلعت من نفس العمر بتاع سبعة سنين يعني ست سنين حاجة كلا أو ممكن خمسة جدا بجد؟ عرف تتحكم فيها كنت وانت صغير عرف تمسكها؟ اكيد في أول سنتين ما كنتش أحسن حاجة بس حاليا اه اه لأ دلوقتي طبعا اكيد ماشاء الله طيب مدة التدريب التحق بالتدريب اتنقلت في أماكن للتدريب ولا ثابت في نفس المكان؟ حكي لي بقى طبعا بصي هو عمتان انا ثابت في مكان واحد اللي هو مكان دراستي اللي هو الكونسيرباتور لان المكان ده متقسم لحكتين اللي هو بيبقى دراسة عادية ودراسة موسيقية فبس كده هو وعمتان مدة التدريب اللي انا مفروض بتمرانها يوميا للكمانجا بس بتبقى من ست ساعات ليه ما فوق ست ساعات يوميا؟ متواصل متواصل؟ لا فيش حسنا متواصل زي متواصل يا صاحب؟ يعني ممكن بريك لا اكيد بيوجعني بس ممكن بريك يبقى مبين كل ساعتين روبا ساعة علشان توصل يعني للمرحلة دي اكيد ماشاء الله ماشاء الله وانتي تعرفي يا سامة تمسكي الكمانجا ست ساعات؟ عرفة ستة اللي هما دول تعرفي تمسكيها ست ساعات؟ تعرفت زوري قاعدة في مكانك ست ساعات؟ مش بتزهائي؟ ليه؟ انا بتبقى تزهائي؟ لا بتبقى عايزة تقوم انا عارفة من بتبقى عايزة تقوم بجد؟ طيب قليلي بقى كمان بتعملي ايه تاني؟ وانتي قاعدة بتعملي كمانجا اه بتعملي ايه؟ بتعرف تسمعي حاجات بتعزي في مكان انت بتسمعي؟ ولا بتقري من النوتة؟ تعلمت نوتة؟ لا بقى عارفة من النوتة ماشاء الله ماشاء الله انت سمعت عن الجايزة اسمها بقى المبدع الصغير دي ازاي؟ اه انا شفتها على الفيسبوك كويس اه بابايا شفها على الفيسبوك فانا قدمت فيها وبعدين؟ اه بس قدمت فيها اول ما قدمت روحت فين عملت اختبارات ازاي؟ رويت لما كسبت اه 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 روحت عملت فيديو اه اه اعملت فيديو اه هما سمعون فقابلوني حيل؟ قابلني في المسابقة وانا روحت المسابقة وكسبت شطرة كسبت اه اه كسبت على كام واحد بقى؟ قل فيه ناس كتير متقدمة زيك؟ مش فاكرة كام واحد اه طب سمعينا حاجة كتير عرفينا بقى انت يعني كسبت ازاي؟ هتسمعينها ايه؟ اه هو فيه اغنية فيه مقطوع اسمها ستليانو وفيه اغنية بس اعطف حاجة لعيد الاول اعني اللي انت عايزه اعني اللي انت عايزه اشتركوا في القناة موسيقى 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 قوي يعني. في السماء العامة ولا في الكوان. الاتنين. طب سمعت إزاي عن الجيزة دي؟ جيزة المبدأ السماء. دكتوري. دكتور حسن شرارة. كويس. هو اللي هتحضر كزا وهتقدم ودخل. بس كده. التصفات ما كانتش سهلة. عمتى خطفات اللي كانين. الكبار اه كان فيه ناس جديدين. كان فيه ناس جديدين. كان العدد كم تقريباً تفتكر؟ هو عمتى اللي كان في التصفية الثانية كنا خمسة بالضبط. مش بلا عدد. احنا عشان نوصل لخمسة دي كان. كان أكيد فيه. اللي في الجزء بتاع الفيديوهات اللي هو التصفية الأولى. ده أكيد كان فيه عدد نتقدم. وبعدين. الخمسة انت كنت تعرفهم تعرفوا بعض؟ أصحابي. طب وبعدين. كنت تتمرنوا مع بعض ولا كان كل واحد في كل واحد. لا كل واحد لازم بيتزاكد له. وخبصة بقى ما حدش بيوري حد حيامل ايه ولا بيسمع حد تتمرنوا في نفس المكان. لا 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 هي مش كده. هي فكرة ان كل واحد بيلعب عمل معين. مهم. ففكرة ان احنا تتمرن مع بعض يدفى ده اسمه تشتيت. أوكي. فبس كده. وغير كده احنا ما بينهم ما بين بعض مفيش الخبص والكلام ده. مهم. بيقولوا كده دائماً لما بيقوا في التلفزيون يوم الصف. ايوه طب. صعب؟ ايوه. لا يعني ايوه. لا هو فكرة ان احنا متربيين مع بعض. طبعاً طبعاً. وهم بقى لي من ساعة ما دخلت الكنسرفاتور وهم صحابي. ففكرة ان الخبص دايب موجود. مش موجودة. طبعاً منافسة طيبة. واكيد. ونبسط لبعض طبعاً. ايوه. نبسط جداً لبعض. كلنا عن الكواليس يعني كتعاملة ازاي. بدأت ازاي دخلت ازاي المسابقة حصل كده. تحديات وجهتك لغير لما فزت بالجايزة. اكيد في رحلة صغيرة. بالضبط هؤلاء لك. وعامتاً انا قبل ما ادخل كنت عامل الاوديش. انا قبل كده من سنتين دخلتها. وربنا ما وفقنيش. بس السنة دي دخلت. المفروض ان الاوديشن بتاع الفيديوهات كان في شهر 12 تقريباً. فصورت الفيديو وبعته وانا اصلاً مش في دماغي لان انا مركز في ثلاثة سنة. فبعد كده بعتلي مسج ان انا اتقابلت. فالفكرة ان لغيت قبل التصفية التانية باسبوينة انا ما كنتش عارفة انا هدخل العب ايه. فدكتوري قاللي هتلعب ترنتيلا سرسات. ترجم بعد اذنك. ترنتيلا سرسات دي مقطوعة. يعني مقطوعة استعراضية. فتخد بالك ان اي حاجة هتقولها هتعذفها. ففكر انت هتقول اسامي ايه. عشان هتترجم بالعاسر. ماشي. هي عمتا قاللي هتلعب ترنتيلا سرسات. اللي هي المقطوعة. وقبل التصفية التانية باسبوين. انا ما كنتش مجهزها. فقالله لهم امتي طبعا انا ما كنتش اصلا دخلت. ولا عملت اي حاجة لان هي اللي شدت علي في المذاكرة. وهي اللي قعدتني هتذاكري يعني هتذاكري. يا عم الأمهين. طب سلم عليها والجلات تحية وعيد عليها. وسمعنا ترنتيلا سرسات. كل سرسات دايقوا يا ماما. اشتركوا في القناة موسيقى 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 أحسن عايش والله سامة قوليلي بقى مين اللي بيوديك التمرين وبكت مراني قد إيه وبتعملي حاجة تانية غير اللي بتعزي فيه أم بتعملي إيه كده شوهاي عليك هاه بتكلم الم��يع اه تانية بتداقي في ٢النظامي في مدرسة تانية والسنة الجاهي أهوانا في الكنتر الفاطوار غير النظامي والسنة الجاهي إن شاء الله هأخوش كونتر الفاطوار عشان هو بياخد من سنة ثالثة كويس مين بقى بيروح معاك التدريبات وبيشجعك أختي بتروح معاك كونسرباطوار واللي بيشجعني مامتي وبابايا وأختي ودكتور ساي إبراهيم تعرف يعني إيه بيشجعك أصلاً ولا مش عارفة شجعك يعني بيعمل إيه برابا يا سامة يلا يا سامة كده والله بيشجعك يقولك يلا يا سامة نذاكر زي ماما الطريقة بتعمل لا لا بيشجعك بيعمل إيه بيقول يلا يا سامة برابا بيثقافه كده مسموح نثقاف جوا الكنسرباطور ولا لازم نقبرها الكنسرباطور لا هو ما بيثقافه يعني كده بيثقافه عادي وشكده بيثقافه ما ديك الحلوة اللي انت تتعمل إيه طيب أصحابك بقى أصلاً في المدرسة فهمين انت تتعملي إيه وعارفين انت تتعملي إيه والهم مستغربين قوي طول النهار رايحة ومسكة كمان في إيدها ركعة مسكة كمان في إيدها دي ايه لا مش عارفة مش عارفة صحب مش عارفة طيب عندك لاز موسيقى في المدرسة؟ ايه نعم بتاخدي حسة موسيقى في المدرسة؟ اه بتعملي فيها كمان ولا لا؟ ولا بتغني؟ لا بعمل فيها كمان اه اوكي طيب عادي بتعزفيش حاجة تانية غيرك كمان انت بالنسبة لك هو دا اللي انت حبسي اه بتعسي في حاجات مهينة في حاجات بتحبيها؟ اه هو أنا بحب البيانو كويس بحب البيانو بحب البيانو بس بالنسبة لك ال الكمان اهم حاجة في حاجات بقى يعني أغاني أطفال مثلا بتحبيها تعرف و تعزفيها على الكمان؟ اه هو فيه اه بس اه انا مش متدربة على حاجة انتي متدربة على ايه طيب؟ متدربة على السليانو متدربة على مقطس ما السليانو ممكن نسمحها؟ يلا سمعين احنا مش عارفة لها ممكن تساعديننا ان احنا نعرفها لو سمعتي؟ اكي اشتركوا في القناة 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 او الشباب عفوا يعني مش الولاد الشباب بيفضلوا في الوقت ده انهم يمسكوا موبايلز ويعملوا بلاي ستيشن ويعملوا كلها اكيد انت بتعمل حجيات دي بس محدد وقتك للهوية الاساسية اللي انت بتعمل بزبط احنا سعادة بيك قلنا نقول ان الدولة عندها جائزة مهمة جدا اللي هي جائزة المبدع الصغير هذه الجائزة بتقام للعام الثالث على التوالي بتقدم هذه الجائزة لعدد من الموهوبين في كل المجالات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قارنة السيد رئيس الجمهورية سامة عبدالله بنشكرها شكرا لك سامة عبدالله الفائزة بالمركز الاول في مسابقة المبدع الصغير فئة الاطفال شكرا لك يا سامة شكرا لك يا طوارق طارق اشرف الفائز مركز الاول في مسابقة المبدع الصغير فئة اليافعين شكرا لك ونورتونا النهار ده في صباح الخير أهلا وسهلا مكوناور تنوشار أكونا أهلا بكونا